اهلا بكم فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن ميزة موجودة على منصة باينانس وعلى تطبيق منصة باينانس. في ناس كتيرة مش بتاخد بالها منها او مش بتستخدمها. مع اني شايفة ان هي ميزة مهمة جدا وبتوفر علينا حاجات كتير. هي ميزة ان انا بعمل او بعمل اختصارات كده للخدمات والمميزات او الخصائص اللي انا بستخدمها على منصة باينانس باستمرار. فبدل ما اخش ادور عليها في الكاتيجوري اللي هي موجودة فيه. لأ انا هحط اختصار للخاصية دي على الصفحة الرئيسية اللي قدامنا دي. اللي احنا اول ما بنفتح تطبيق باينانس بتفتحنا الصفحة الرئيسية دي. احنا علشان نوصل لاي حاجة بندخل بندور عليها في آآ كل شريط الادوات اللي هو مور اللي موجود هنا في الصفحة الرئيسية مور احنا هنضغط عليه. هيجيبنا كل خصائص وكل خدمات اللي موجودة على المنصة. احنا هنا بندور على الخدمة اللي احنا محتاجينها وبندخل عليها. احنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي. موفر لنا ميزة. آآ ان انت لو بتستخدم اربع او خمس خدمات او بتستخدم اربع او خمس خصائص بالشكل متكرر او على طول. فانت ممكن تحط الخاصية اللي انت بتستخدمها دي اختصار يظهر لك هنا على الصفحة الرئيسية ويفضل ثابت معك. بحيس ان انت لما تكون عايز تدخل على الخاصية دي. هتدخل عليها من برا من هنا من غير ما تدخل في مور. ومن غير ما تقعد تدور عليها بالشكل ده. طيب ازاي الكلام ده? بص احنا واقفينه على الصفحة الرئيسية زي ما احنا. بندخل على مور علشان ندور على الخاصية او الخدمة اللي احنا محتاجين نستخدمها. هنلاقي في فوق هنا كاتب لي يعني هنا بيقول لي آآ انت اعمل الهوم بيج بتاعتك زي ما انت عاوز. هنضغط على علامة التعديل اللي موجودة الفوق على اليمين والمشهر ليها بالسهم دي. وهنا هنلاقي ان في آآ خدمتين او في خاصيتين موجودين معانا سبتين اللي هما والريفيرل. دول موجودين معاك سبتين ما ينفعش تشيلهم ويمفعش تغيرهم. ومتاح ليك ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس خدمات وخمس خصائص تقدر تضيفهم يبقوا موجودين معاك ويبقوا سبتين على الصفحة الرئيسية. من كل خدمات ومميزات وخصائص باينانس. ايه اكتر حاجة بتستخدمها? يعني مسلا في ناس بيتلعب لعبة كريبتوودل اللي هي اللعبة بتاعت الكلمات بشكل يومي. وممكن يلعبها مرتين في اليوم. فبيستخدمها على طول. ادي كريبتوود اللي هي موجودة هاخترها. اول ما دست عليها بلس خلاص اضافت هي فوق. في ناس مسلا بتستخدم الجفت كارد نهي بتعمل كروت الهداية. هتدوس على جفت كارد. هننزل تحت شوية. هنلاقي مسلا فيه آآ خاصية بيتو بي بس بيتو بي موجودة على الصفحة الرئيسية فاحنا مش هنضيفها. في مسلا آآ آآ خاصية هنا في السيمبل ارن او اللي هو التخزين المرن والتخزين المغلق. ممكن مسلا انت بتحب تعمل تخزين او بتحب تشوف رصيد التخزين او ايه اللي بقى متاح في العملات اللي قابلة للتخزين. فهنضغط على سيمبل ارن وهنضيف كمان الديفاي ستاكينج. في ناس بتحب بتعمل آآ تحويل مسلا انها بتحول من حسابها في باينانس لحساب حد تاني في باينانس وبتستخدم خاصية باينانس باي. ادي البي هي موجودة في باينانس. هنضيف باي. انا كده ضفت خمس حاجات خمس الخصائص انا باستخدمهم باستمرار دول اقدر خمسة انا باستخدمهم على منصف باينانس وماعتقدش انك هتلاقي حد بيستخدم اكتر من خمسة هيبقى قليل قوي انا بتكلم طبعا بالنسبة للمبتدئين. انا كده ضفت الخمسة هدوس فوق على ضن اللي موجودة فوق على اليمين. خلص كده الخمس خصائص اللي انا ضفتهم بقوا موجودين في الاختصارات وفي الصفحة الرئيسية. اطلع برا على الصفحة الرئيسية. هنعمل ريفرش كده. ادي الخمس خصائص اللي انا ضفتهم والخمس خدمات. بقوا موجودين معي على التطبيق. يعني انت مش محتاج تخش بعد كده في مور وتدور على الحاجات اللي انت عاوزها في القسم اللي انت محتاجه ازا كانت موجودة في قسم ا 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 الكروت الهداية اللي موجودة بالتصميمات والديزاينز بتاعتها. ننجعتني على الصفحة الرئيسية لو دست على باي هيدخلني على طول مباشرة على صفحة لو دست على تعال نجرب هيدخلني برضو على صفحة يبقى انا كده مش محتاج ادور على الخدمة اللي انا عاوزها في اي حاجة في اي قسم لأ انا دست الخدمة اللي انا بستخدمها باستمرار على الصفحة الرئيسية. طيب لو في حاجة انا محتاج اعدلها تقدر تدخل تعدلها في اي وقت بنفس الطريقة. هنضغط كده على وهندوس على العلامة بتاعة التعديل اللي موجودة فوق. فوق الحاجات اللي احنا ضفناها جانب كل حاجة فيه علامة ماينس. انا مسلا خلاص ما بقيتش باستخدم خاصية ما بقيتش بعمل كروت هداية مسلا دلوقتي. هدوس على علامة اللي جانب هتتشال. انا مسلا مش باستخدم انا باستخدم بس. يبقى انا كده شيلت خاصيتين من الخمسة اللي انا كنت ضايفهم وهضيف خمسة مكانهم. اللي انا بقيت باستخدمهم دلوقتي. عملت تعديل. ايه هو الخمسة اللي انا هضفهم? انا حابب مسلا اطالع على علشان لو في اي جات لي. علشان لو في اي جات لي حابب ان انا ادخل عليها ولو الشروط بتاعتها مناسبة اضيفها واكسب الهدية بتاعتها. اه حابب مسلا ان اضيف علشان لو في لانش باد بدأ في باينانس انا بحب اشارك في لانه بتكون طبعا الارواح بتاعته علي قوي ادي اهو. هدوس عليه بلاس. ضفت وضفت وضفت هدوس يبقى انا كده عدلت الصفحة الرئيسية الاختصارات اللي انا كنت حاطتها. هادي الاتنين اللي شلتهم خلاص اتشالوا. والضعف واللانش باد مجرد ما بضغط على الحاجة اللي انا ضفتها وعدلتها ده زي اختصار بيدخلني على الصفحة الخاصة بها ببقى مش مضطر ان انا ادور عليها جوة كل الخدمات دي طالما في خدمات كتير مش بستخدمها انا بوضيف بس الحاجات انا بستخدمها بشكل متكرر وبشكل مستمر على الصفحة الرئيسية بتكون اختصار كده بتوصلني للحاجة بشكل اسهل واسرع. تنسى تدعمنا بلايك وشيري الفيديو وشكرا للمتابعتكم.